السلام عليكم ورحمة الله. اه النهاردة الدرس التالت في الايزومتريك بدأنا بالدرس الاول بالاسيات والدرس التاني تعلمنا فيه ازاي نبدأ. وان مش شرطة ابدأ بالمسقط تاني. وبعد كده في اخر الفيديو اللي فات قلنا ان احنا هنتكلم بعد كده عن التجوفات وبعد كده هنتكلم عن الدورانات والهرم وكل ده بالتدريج ان شاء الله هتبقى ايه هتبقى تمام. اه طبعا لسه ده كله احنا بتشتغل في جسم واحد ما دخلناش ان احنا لو عندنا اكتر من جسم ابدأ بقانه واحد يعني احسا هناخد لسهات كلها وبعد كده بقى ناخد مسألة كبيرة لو فاها جسمين ازاي اختار الجسم اللي انا ابدأ به نهاردة هنتكلم عن التجويف اول درس في او اللي وانا عندي اه يعني جزء من الايه من الجسم بتاعي ازاي اعرف اعمل ده اه في الايزومتريك تمام كده طيب تعاني ابدأ مع بعض. انا عندي هنا مع بلان واحنا اقولنا دايما انه بيبقى صعب ان انا شوية صعب شوية ان ابدأ بالبلان ارسمه حتى لو وابا فيه التفاصيل يعني احنا اقولنا في الفيديو اللي فات ان انا لو حد ابدأ بالبلان ولا الى الى بحاتة بقانه عليه عن التفاصيل هنا التفاصيل بتاعت الشكل باينه في البلان ان هنا فيه حتة ايه مقطوعة صح كده طيب فهل انا اروح ابدأ بالبلان ممكن طبعا تبدأ بالبلان وده اللي انا هورغولك دلوقتي بس انا عن نفسي ما احبش اعمل كده خلاص يعني انا عن نفسي اعلمك تكنيك تاني وانت اللي انت تحبه طبعا يعمل بيه. اللي انت تحبه اشتغل بيه ما حدش هقول لك حاجة. تعال نشتغل كده مع بعض. نشوف اه هنعملين. ماشي? يلا بي. في واحد يقول لي ايه? مش مادلس هنا التفاصيل بدأ في البلان. فانا هحدد اي نقطة في البلان وابدأ من. فانا مثلا هيقول انا هبدأ بالنقطة دي. حلو? النقطة دي بالنسبة لواحد بص بقى صعوبة البلان تيجي هنا. اللو النقطة دي انا عايزة احددها. فالبلان بيبقى اه ببقى Selected او واحد هنا واقف هنا ويبص على الجسم ده من فوق. بص على الجسم ده من فوق. صح? فالنقطة دي تبقى بالنسبة substant Sergeant واقف هنا وبص على الجسم ده من فوق. على شمالي ولا على مين؟ النقطة دي تبقى على شمالي. صح اهو انا واقف هنا فبص من فوق يبقى النقطة دي على شمال. ها يبين. طب هي تبقى القريبة منو ولا البعيد عنو? دي بعيدة عنه. دي القريبة منه صح? فيبقى الشماله قريبة منه. بس هيواجهك المشكلة. ايه المشكلة? ان انت دلوقتي هل انت بتتكلم عن السقف? ولا بتتكلم عن المستوى اللي تحت? الصح ان انت تقول انا بتكلم عن المستوى اللي تحت. لان انت تبدأ ان انت تتكلم عن السقف يبقى انت لازم تقول ارتفاع الجسم ده تروح للإليفيشن وتقول ارتفاع الجسم ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سبت. فيبقى النقطة دي. بص انا هسميها مسلا ايه? ايه دي تنفع تكون النقطة دي ايه? صح? على الشمال وناحيتي. وممكن تبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ممكن تبقى النقطة دي برضو ايه? صح ولا لا? لان انا ببص من فوق النقطة دي على الشمال وناحيتي. ممكن تبقى دي وتبقى دي. والنقطتين دول خد بالك اهو النقطتين دول. كل النقط اللي على الخط ده يطلعوا نقطة واحدة فين? يطلعوا نقطة واحدة هنا. صح كده? يطلع نقطة واحدة في البلان. فده اللي انا بتكلم فيه بقى. ده اللي انا بتكلم فيه. ان انتى البلان بيبقى فيه شوية صعوبة فان انت تبدأ منه. ممكن تتعمل منه تفصيلة بعد كده. يعني انت ممكن تعمل منه تفصيلة سمها من البلان الاوي. لكن انت تبدأ浸esen انا هورديك واللي انت تحب واشتغل به وهورك التي الأولى. وتوريك الشجر التانى واللي انت تحب وتشتغل به. انت اه. فانا ممكن واحد يقولي دلواقت يا بش مهندس انا هرسم البلان بس هرسم البلان بتاع السقف وانزل بعد ما رسمه في السقف انزل بيه تحت الارتفاع ده. ممكن واحد يقول لي يا بش مهندس انا هرسم البلان كأنه الاعدى واطلع به للسقف. تمام كده? يعني انا ممكن ابدأ دلوقتي ارسم وبص كده انا هعملي انا اخترت اهوه هاروح. ابدأ واقول انا هبدأ السقف. ماشي? هبدأ السقف. فيقول انا هبدأ من هنا بش مهندس اهو. واقول النقطة دي هي النقطة دي وحط محاور اقول ان الراجل اللي رايح اه الراجل اللي رايح ناحية اليمين ده ده اه ونسميه اكس والراجل اللي طالع هنا ده مسلا سميه وي وطبعا احنا قلنا براحتك خالص واشتغل براحتك حتى لو هتسمي ده احمد ومحمد وبص مش هيفري معا مسميات المهمة تبع عارف ان اللي رايح في الاتجاه ده سانية واحدة اهم حاجة تبع عارف ان اللي رايح في اتجاه الاتجاه ده هو بالنسبة اللي انا حطيته النقطة دي ده رايح الرجل ده رايح يمين وله شمال يا جماعا رايح يمين صح? يوبا هنا يوبا ده الخط ده يوبا نراح يمين يوبا ده اتجاه الاتجاه وده اتجاه الواي يوبا ده اتجاه الواi عق fotografات قولي طلع ونازل لا ده plan، تمام كده طيب يوبا انا لو روح ترسم ارسم ازاي اهو بص يا سيد هروح اقول لان رايح في اتجاه مربع. بعدين مربة وهكذا ابوص مربع مربع في اتجاه بعد كده واحد اتنين اربعة واحد اتنين اربعة بعدين ارجع مربع في اجهال بعد كده اكس بعد كده راجع واحد اتنين تلاتة اربعة كده. ستة. ارجع. كده رسمت الايه? البلان في السقف. خلاص? بعد كده ممكن بقى تنزل. تقولي انا ارتفاع دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. امسك كل نقطة من دول. انزل بهم كام? انزل بهم ستة. فيعني انا همشي كده. النقطة دي انزل بقى ستة. كل النقطة. ستة. دي. ستة. بعد خد بالك. واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة هتبقى هنا. اهو. مشي. كل النقط. ما تفوتش نقطة. اهو. دي ده شكل كوي شوي. ستة. ستة. بعد ستة. ما بنزلش الاخر اه? بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. انا استانى عارف الغلطات اللي ناس بتغلطها. ناس بتعد الايه? بتعدش وتجي نزل الحد تحت هنا وتلاقي الشكل بقى متخلف. لأ انا بعد ستة مربعة. اهو. هنزل هنا. ستة. خد بالك ما تنساش دي. صح? كل النقطة تنزل ستة. دي هتمشي على استقامة ايه? دي بس انا هعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تبقى هنا. مشي بس انا بقى عشان احسن اه الشكل. هزبط ده. هرسم بس الخطين دول تاني بشكل كويس شوية عشان ايه? لان الخطين دولك انا انا عارف ان هما هيبقوا منطبقين على بعض. اهو. فده بتاع النقطة دي. وده بتاع النقطة دي هنطبق بس انا ايه? اهو اخره هنا. فيعني فيه نقطة هنا عندي هنا استور هنا خد بالك منها. حل? طيب. هروح اوصل بينهم اوصل بينهم اهو. خد بالك بص بقى التوصيل. انا دي راحت هنا اهو. مشت كده فوق اهو. كاني برسم البلان تاني تحت اهو. برسم البلان تاني تحت اهو. اهو دي مشي كده اهو. شوف اهو دي مشت مشت فوق كده اهو. بص الحتة اللي جاية دي. دي مشت لحد النقطة دي صح? النقطة دي اللي هنا من دليل. هم? خلي بالك. بعدين دي راحت كده. دي راحت كده. لازم البلان ده. لازم البلان ده يبقى لك مرة تانية تحت. هتلاقي نفس شكل البلان ده. بص كده. بص كده شاباب انا الحتة دي مهمة بالنسبة لي شوية. شايف اهو. شايف البلان ده اهو. نفس حرف اليو. طلع لك اهو. طلع لك مرة تحت. ومرة فوق. الكلام ده معلش يعني ايه هاخد وقت طويل شوية فيه لان هو اساس الموضوع. ماشي? طلع لي مرة تحت ومرة فوق. طب لو انا عايز اعمل بقى الصولد والهيدن. اعمل الصولد والهيدن ازاي سهلة? الخط ده وراء ولا قدامي مش مانس. ده وراء اهو يبقى ده هلقى بقى الهايلايت ده. خلاص احنا عرفنا الحتة ايه. تعال بقى هنا. ده وراء. ده وراء. طبعا يترسم زي ما اقول كل مرة يترسم خط احسن من جد. دول التلاتة اللي مهم بيحدود الجسم من وراء. هيزيد عليهم ايه هيدلاين. شايف خط الاشي دي? الاشي دي انا شايفة. طب الاشي دي انا شايفة? لا. اللي وراء دي. اه بعد كده الصولد لاين انطبق عليها. خلاص بقى بقى. ماشي. خط ده بقى الصولد لاين ده انطبق عليها. طيب. ده خط ده وهو ماشي كده وبعدين اللف كده. هل انا شايفه في الحتة دي? لا. في الحتة دي. فالحتة دي برضو مدة دي. خلاص? طيب ده لو انا عايز ابدأ ده اول تكنيك. ان انا لقيت تجويف فاروحت شكله باين في البلان عملته في البلان. اخد بالي من ايه? اخد بالي من الاتي. اخد بالي ان انا نفس الشكل ده. اه. الشكل اللي بيطلع لي هنا. في السقف. الكلام ده احتاجه. حتى لو ما استخدمتش التكنيك ده. لازم يطلع لشكل شبهه تحتهم. تمام كده? يعني الناس اللي بتغلط. الناس اللي بتغلط. خلينا بقى ان اه اواريكم الغلاطات بقى الناس بتعمل ايه? بص يا شباب الناس بتعمل ايه? بص كده. الناس بتجي رايحة. شايف الخط ده ما ينسلش بيه ستة. يجي نازل بكده. خلينا نعمله. اجراح بدل ما ينزل بستة. يجي نازل بيه لحد الاف. تمام? واجراح موصل ايه ما ما ينزلش? هو كده خلاص بك. اجي مسق ما افل ده كده. وخلاص. يبني خلاص ازاي يبني? ده ما ينفعش. لا ده ينزل لحد هنا. الهيدللاين ده ما تلاقيهش عامل الحتة دي. شايف الحتة الجزئية اللي هنا دي? دي ما بيعملهاش. لا ده يجي مسك البتاعة ده نازل لحد تحت كده وخلاص. خلاص. الكلام ده هو ده اللي بخلي لك الشكل متخلف. لا انا عايز الشكل يطلع لي في البيلان لازم يطلع لي ايه? يطلع لي يطلع لي في الاعداء اه في السطح فوق يطلع لي في الاعداء تحت. خلاص? تعالي نشيل بقى الهيار دي كلها. طيب. يبقى دل ايه? ده الشكل. طيب. ده اول طريقة. تاني طريقة. تاني طريقة بنعمله بقى ان احنا نعمل حاجة اسمها ايه? ان احنا نرسم الشكل كامل. ركز معايا او في الحتة دي. ان احنا نرسم الشكل كأنه ما فيهوش تجويف. يعني انا هعتبر التجويف ده مش موجود. وبعد كده اعمل حاجة اسمها ايه? ماتيريال. يعني انا هرسم الشكل ده كأنه مكعب او متوازن مستطيلات كامل وبعد كده ماتيريال دي. الطريقة دي انا بفضلها. الطريقة الطريقة دي انا دي انا اللي بفضلها. طبعا اللي احنا عملناها دي صحة وكل حاجة. بس بحس ان هي صعبة شوية على الناس في الاول. في الاول. يعني انت ممكن تبقى متمكن في الايزومتريك بعد كده الدنيا تصبط معك. لكن بعد كده. بعد كده نفسك بتعرف تعملها عادي. لكن في الاول بتبقى فيه صعوبة شوية لبعض الناس ان هم ايه? ان هم يشتغلوا بالطريقة دي. تمام? فاحنا هنشوف دلوقتي بقى الطريقة بتاعت ازاي ان انا اعمل وارس من الجسم ان هو كامل. وبعد كده اعمل ايه? تعال بقى نعمل كده ايه? حل? تعال بقى نبدأ بقى على نظافة. ونشوف ايه نعمل واحدة كده. ازاي نعمل يعني ماتيريال مبدئيا. يعني انا هجري رايح. عامل ايه? اعتبر التجوف ده مش موجود. الغي التجوف ده كأنه مش موجود. يعني الخطين دول ما عادوش موجودين. كأن ده متوازن مستطيلات كامل كأن ده كامل كده من غير تجويف. فدي هتبقى سهلة. صح? دي سهلة ممكن ارسمه من الاليفيجين عادي وما تعبش بقى في ان انا ابدأ من البلان. يعني يعني انا ممكن لو التجوف ده مش موجودة مش مواجودة بش موانس ابدأ من هنا. واقول دي مسلا نقطة ايه مسلا. واقول ده اتجاه اكس. وده اتجاه زد. الايه ده على الشمال هنا وتحت اهيه. واقول ده اتجاه اكس. والاتجاه ده اتجاه زد واروح هاشتغل. صح كده? طيب تعال نعمل ده ازاي? تعال معايا بقى يالضبينو. مشان. واحدين تتة اربعة ستة في ستة وهكزا وهترسم الاليفيجين عادي اهو. تعال بينو. يلا? اهو. ستة. مش مواندوس اعمل الخطين مش دلوقتي بقى احنا قلنا هنعتبر ان التجوف ده مش موجود. رسمنا الاليفيجين خطوة جاية اشوف السمك قد ايه? السمك هنا ست مربعات ولا اربعة? لا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة. العرض اربعة. فامسك كل نقطة من دول ارجع بها كام? ارجع بها اربعة. الله ينور عليك اهو. واحد اتنين. ما تنساش دي اللي انت عايزها في الهيدل لاين. في ناس لو انت مطلوب منك سولد لاين ممكن ما تعملهاش. بس انا ايه? هعملها كده. بص انا اخي برضو يبقى الرسمة. انا عارف ان ده يبقى هيدل لاين واحد اتنين تلاتة اربعة. ما في? وتعالى نقفل الشكل. اقفل كل النقط دي مع بعض. اقفل كل كده انا رسمت كاني مفيش تجويف. طب يا باشماندس انا عايز اعمل التجويف. تعال بقى مفكر مع بعض. التجويف بقى هتلاقي الوقت انت عندك شكل. فانت تقدر تتخيل التجويف ده مكانه فيين? يعني انت دلوقتي انا اهو انا باشماندس التجويف ده في مكان ما هنا هريموف متيريال من هنا همسح هنا جزء واكون فيه التجويف. تمام? تعالى بقى نشوف هنعمل القصة دي ازاي كده? اهو. بص يا سيد. انا عارف ان الجزء اللي هتشال من هنا. فانا هروح لبص البيلن. هتلاقي ان هو ماشى مربع وبعد كده عمق التجويف ده مربع. فانا هروح كده. مش النقطة دي. تعرف دلوقتي. سانية واحدة. مش النقطة دي باشمهندس. دي. تعرف دلوقتي تحدد هل هي فين? بسهولة? اه. احنا تعبنا المرة اللي فت لكن دلوقتي بسهولة. اه النقطة دي هيا باشمهندس. النقطة دي على الشمال. الى واحد بص بالبيلن فبص من فوقه يجب من فوقه وهو هنا فيبق النقطة دي هنا. هي هي النقطة دي. كل النقطة دي. والنقطة دي يطلعوا لي فين في البلان يطلعوا لي دي. صح كده? واروح ارسم التجويف. يعني يعني هو ماشى هنا مربع وطلع مربع وماشى اربعة وراجع وهكذا. فانا سهل اعمل ده دلوقتي. يعني انا ارجو راية عامل كده. وقول هو ماشى مربع. بعد كده دخل من هنا مربع. دخل اربعة. دخل مربع. كونته هنا. مش اقدر اعمل نفس اللي انا عملته من النقطة اللي فوق اقدر اعمله من النقطة اللي تحت اه مربع. دخل هنا مربع. بعد كده. دخل اربعة. اهو. دي الحتة الجزء اللي هيتشال. طب وصل اللي فوق باللي تحت كده. هل دي دي تنزل فين? ايوة. النقطة اللي شبهها تحت. دي تنزل فين? تنزل لحد الاخر وتنزل لشبهها تحت. تنزل لشبهها تحت اهي. وصلت سنيه. بصلت النقطة اللي فوق بالنقطة اللي تحت اخد بالك دول مفروض ما يبقوش كده يعني مفروض يبقوش بالزبط. بس انت طبعا تبقى جودة رسمك احسن اكيد من جودة اه رسمي. حلو كده. واعمل ايه بقى? ساعتها هل الجزء الخط بقى? تعال كده. تعال انا اعمل كده ايه? هل الخط ده شاف الخط ده? شاف الخط ده? مش ده المفروض بقى يتشال. والمفروض ده بقى يتشال. عشان يبقى دهل صح فده اللي انا هروح اعمل له. احماسك ده كده. تعال اهو. عشان اكون شكل التجويف. عشان بزبطة انا حيطة دي بعدين. اهو. ناقص ايه تاني? هل كده انا خلص شكل التجويف ولا في حتة فيه دن? في حتة فيه دن? ايه هي يا رشماندس? تعال كده. اهو. شاف الخط ده هو نازل. هل المفروض اشوفه? اه ده اشوفه لان ده الحتة دي مفتوحة. لكن ده اشوفه لأ. فالحتة دي تبقى هيدن. ماكملش بقى لا. ده هينطبق على حرف الشكل الصلد اللي هيد. خلاص. هل الحتة دي الخطين دول? هل اشوفهم? لا ما شوفهمش. دول مداريين جوه الجسم. صح كده يبقى الحتة دي هيدن? اه كده مزبطة. طيب تعال انا هل انا ده كل خلاص. لا. في خطوة مهمة او انا بحب اعملها دايما. ايه هي? ان انا اول ما حل الشكل او احل المسألة اروح اجيب لها المساقط يعني اروح اجيب للشكل ده. انا اروح احل وانا دلوقتي اهو. انا عايز اجيب اه هبقى المستطيل وفي خطين بتوع الكسرتين. مستطيل وفي خطين كسرتين. الله ينور البيجن صح. كده انا حققت البيجن. تعال في البلان المفروض يبقى اللي حرف يو. يبقى اللي حرف يو. لو انت كنت نسيتك خط السلد اللي هنا ده. كنت هتروح تجيب البلان المفروض يبقى لك هنا حاجة. وهنا مش باين يبقى او انا انا عامل حاجة غلط يبقى انا مفروض حتة دي تتشاكل. فده هيوضح لك شوية حاجات انت ما كنتش ااخد بالك مني. ده لو انا تجويف معقد شوية ماشي في البلان عندك طريقتين. يعني اما تبدأ ترسم التجويف من الاول طريقة الاولينية او الطريقة التانية ان انت ازاي ماشي ان انت ترسم بشكل كامل وامسح الجزء وبعد كده امسح الجزء. الطريقة دي سهلة ليه? لان انت بتبقاش صعبة في التخيل تقدر تمشي فيها لو انت مفتدق تقدر تمشي فيها. خلاص? اتمرن كده على مسألة شبهة دي. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. متمرين اه اكسر صعوب.